وإلى الكهرباء قدمت دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء تقرير الوزارة الفنية بشأن حادث انقطاع الكهرباء عن مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون ماس بيرو إلى مجلس الوزراء حمل فيه مسؤولية انقطاع الطيار الكهربائي لإدارة المبنى قالت وزارة الكهرباء أن عدم عمل مولدات الطوارئ الخاصة بمبنى ماس بيرو وكذلك إهمال إجراءات الصيانة كان السبب الرئيسي لتلك الحادثة أشارت وزارة الكهرباء إلى أن الانقطاع نتيجة لعطل داخلي بالمبنى ولا علاقة له بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء